المركز البحريني للحراك الدولي من جهات حكومية وشركات وبنوك ومؤسسات وأفراد أثروا إيجابا في مسيرة المركز وساهموا في مواصلة عطائه طوال أربعة عقود من خدمة المجتمع وذوي الإعاقة وقامت سموها بتكريم الرعيل الأول المؤسس كما افتتحت المعرض التاريخي المتنقل الذي يحكي قصة تأسيس المركز طوال أربعين عاما والذي من المقرر أن يشهد برنامجا متكاملا في مختلف الجهات للتعريف بالمركز وأهدافه ولجذب مزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من الخدمات المجانية التي يقدمها تعليميا وعلاجيا وتدريبيا وتأهيليا وقد أعربت سموها عن تقديرها البالغ للدور البارز والمحوري الذي يقوم به المركز البحريني للحراك الدولي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل دمجهم في المجتمع في عمل متناغم وتعاون مثمر مع الجهات ذات العلاقة منوهة سموها بمسيرة المركز المفعمة بالعطاء والإنجاز والتي حقق من خلالها الكثير على صعيد تبني المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بغية حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على أرقى الخدمات النوعية وأكثرها تميزا ليكون عنصرا فاعلا في مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه وأكدت سموها اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الوالد خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر رعاه الله بذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيهات سموه المستمرة لدعمهم والتسهيل عليهم والتي كان آخرها توجيه سموه بالإسراع في الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرار شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذي يرعى شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان لمطوع كلمة أشاد خلالها برعاية سمو الشيخ زين بن خالد الخليفة رئيس الفخري للمركز وما تقوم به من دور كبير في دعم مسيرة المركز وما تليه من اهتمام واسع لأنشطته لتقديم أفضل الخدمات للذوي الاحتياجات الخاصة وفي ختام الاحتفال قدم رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان لمطوع درعا تذكاريا لسمو الشيخ زين بن خالد الخليفة تكريما لرعايتها المستمرة لأعمال المركز ورعايتها للاحتفال واهتمامها البالغ والمستمر في تحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة ترجمة نانسي قنقر